أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سفير أسامة عبدالخالق أن مصر ستواصل جهدها لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى قطاع غزة والعمل على إحياء عملية السلام جاء ذلك خلال جلسة بالأمم المتحدة لبحث مقترح عربي للوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم مساعدات لقطاع غزة حيث حذر مندوب مصر من أن عدم وقف التصعيد الإسرائيلي سيجر المنطقة إلى حرب إقليمية عدم وقف هذه الحرب الآن وقبل فوات الأوان من شأنه جر المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة تتأثر بها مصالح الدول التي تتلكأ في المطالبة بوقفها أكثر من مصالح غيرها والحقيقة أيضا أن عدم الانطلاق من آتون هذه الأزمة بتصور واضح لإعادة إحياء عملية سلام جادة تعالج جزور الأزمة الحالية وتفضي إلى حل الدولتين سيكون خطأا جسيما ومزمنا تحسبنا عليه الأجيال المقبلة على تقصيرنا وعلى قصر نظرنا سادة الحضور ستستمر مصر الدولة الرائدة في إرساء السلام في الشرق الأوسط في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية والتوسط لإطلاق صراح الرهائل والمحتجزين والأسرى والعمل على تهيئة المجال لاستئناف وإعادة إحياء العملية السلمية التي تعد السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط